وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجية وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات بما يصهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلية الإجمالية وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه رئيس السيسي بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وتزليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ بهدف التخفيف عن أعباء المواطنين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وتتورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية كما طلع رئيس السيسي على أهم المستهدفات الاقتصادية وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية اشتركوا في القناة